السلام الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا طيما لينبر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كتين فيه أبدا وينبر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآباء كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باطع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الغرب زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا زرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا حشدا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آباء في الكهف سنين رجدا ثم بعثناهم لنعلم أن يلهدين أحصى لما لبسوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربقنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوه من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بج فمن أظلم ممن افترى عن الله كذبا وإذ اتذلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت الزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا ضربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيطابا وهم رقود ونطلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق براعين بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم زرارا لوليت منهم زرارا ولمليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليبثاءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فلعتوا أحدكم ببيقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزجى طراما فليأتكم برزء منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم فيهم الذين ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا هلوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم متجدا سيقولون ثلاثة رابرهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون شبعة وثامرهم كلبهم قل ربي أعلم بعيدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستث فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبسوا في كنفهم ثلاثمائة من سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما نبسوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسع ما لهم من دونه من وليه ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما رؤي إليك من كتاب ربك لا يبدل لكلماته ولهم تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبا عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم تراجقها وإن يستغيثوا يغازوا بماء كالمهر يشمل وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عبد تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أثاورا من داب ويلبسون ثيابا خطرا من سودس وإستبرق متكين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلي جعلنا لأحدهما جهنتين من أعناب وحففتناهما بمخل وجعلنا بينهما زرا كلتا الجنتين آذت تكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا وكان له ثمر فطال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا ألا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيذ هذه أبدا وما أظن الساعة طائمة وليه جدت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطبة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالماء إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعثى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو نصبح ماءها غورا فلن تستطيع لهم طلبا وأهيط بثبري فأصبح يقلب كثفين على ما أنفق فيها وهي خاوية على غروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تبروه الرياح وكان الله على كل شيء مختبرا المال والبنون دينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسجير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل دعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشرقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما غللوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إذ ذي فكان من الجن ففتق عن أمر ربه أفتتخذوا له ودريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس الظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى مدرمون النار فهم أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومندرين ويجادل الذين كفروا في الباطل ليدحظوا به الحق واتخذوا آياته واتخذوا آياته وما أنفروا هدؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقروا أن يفقروا وفي آذانهم مطر وإن يتدعوهم إلى المدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور والرحمة لو يآخرهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا لما ظلموا وجعلنا بمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرخ حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ تبيله في الزحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا وصبا قال أرايت إذ أوينا إلى الصحرة فإني نسيت الحوت وما أنزانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ تبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتزا على آتانينا قصصا فوجدا عددا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وهلمناه من لدينا جلما قال له موسى ألأتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك بنت استطيع مني صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به صبرا قال فتجدني إن شاء الله صابرا ولا أحصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أنها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك بنت استطيع مني صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نقرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع مني صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاهبني فلا تصاهبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أبيا أهل قرية استطعما أهلها استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجذا فيها جدا يريد أن ينطب فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ولهذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وصدا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا فخشينا أن يرهقهما قريانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلام يدينه في المدينة وكان تحته ينزل لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبدلهما شهدهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنائين قل سأتلو عليهم من ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا دلغ نغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذلكرنين إما أن تعذب وإما وإما أن تتخذ فيه حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نقرا وأما من آمن ورمر صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا دلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم لم نجعل لهم من دونها فترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خضرا ثم اتبع سببا حتى إذا دلغ بين السدين وجدا من دونهما قوما وجدا من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذلكرنين إن يا جوج وما جوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال وانفقوا حتى إذا جعلهم نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقذا قال هذا رحمة من ربه فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومين يمود في بعض ونفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرقنا جهنم يومين للكافرين عرضا الذين كانت أعنون في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عباد من دوني أولياء إنا أعفدنا جهنم للكافرين ندلا قل هل ننبلكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذي أضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جباؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزئا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الزردوس هزلا خالدين فيها لا يبغون عنها هولا قل لو كان البحر من ذلك كلمات ربي لنفذ البحر لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا به منه مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربهم فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا